لا يزال تدفق المساعدات على قطاع غزة رغم التدقيق والفحص والتعنت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم ففي اليوم الثلاثمائة السادس وثلاثين بعد الثلاثمائة لبدء العدواني على غزة دخلت ستون شاحنة مساعدات إنسانية للقطاع فيما عبرت تسع شاحنات وقود المزيد من التفاصيل حول تلك البهود والعرقيلة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعنا عليها الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري تحياتي إليكم من معبر رفح البري في مدينة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم رقم ثلاثمائة وستة وثلاثين لبدء العدوان على قطاع غزة لدينا اليوم عبور لعدد الشاحنات التي تم إحصاؤها حتى ساعتنا هذه حيث تم عبور نحو ستين شاحنة محملة بالمواد الغذائية والصحية إلى قطاع غزة وتم عبور أيضا تسع شاحنات أربع محملة بالغزة وخمسة محملة بالسولار إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عن حدودنا هذه نحو ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب هذا المعبر كما نعرف هو معبر إسرائيلي ببوابتين بوابة على الحدود المصرية وبوابة مع غزة ويقوم بعملية بدلية حيث يتم تسليم شحنات الجذائية أو الوقود أو شحنات الصحية إلى معبر كرم أبو سالم وبعد تدقيق وتمحيص شديدين من السلطات الإسرائيلية يتم عبوره إلى قطاع غزة وتسلمه لتوزيعه على الفلسطينيين هناك طبعا بسبب تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح تقلص عدد الشحنات والإغاثات التي تأتي بسبب هذه الظروف حيث كان هذا المعبر المصري الفلسطيني يوفر سيولة في العبور من وإلى كانت تعبر الشحنات وكان ينزل إلينا الشحنات من دول العالم المختلفة فضلا عن الإغاثات التي تأتي من الحكومة المصرية ومن منظمات الإغاثة المصرية والإسعاف وإلى آخر وتعبر بسهولة إلى الجانب الآخر وأيضا كنا نتلقى المصابين من الجانب الآخر ليتلقوا العلاج هنا ولكن بعد تدمير الجانب الآخر أصبح لا يوجد لدينا إلا معبر كرم أبو سالم الذي يتم التمحيص الشديد فيه كما قلت وبسبب ذلك تقلص عدد الشحنات التي تدخل إلى القطاع هذه كانت أبرز الأخبار عن هذا اليوم حتى ساعتنا هذه من أمام معبر رفح البري كان معكم باسم أبو العينين تلفزيون المصري